الفنانة موناليزا اسمها بالكامل مونة عاطف سيد المنسي ولدت عام 1975 لأب مصري وأم اسكتلندية قضت السنوات الأولى من دفولتها في إنجلترا وعيشت دفولتها ومراهقتها وشبابها بين القاهرة ولندن بصحبة شقيقيها محمد وهاني استطعت موناليزا أن تكون إحدى نجمات جيل الشباب الذي ظهر في الألفية الجديدة بالرغم من أن رصيدها في السينوة المصرية لا يتجاوز أصابع اليد الوحدة حيث شاركت موناليزا في ثلاث أفلام فقط أولهم وسبب انطلاقها في عالم الفن هو فلم همام في أمستردام عام 1999 مع الفنان محمد هنيدي وأحمد السقة وإنعام سلوسة وتأليف متحة العدل وإخراج سعيد حامد والفيلم الثاني هو عمر 2000 مع الفنان خالد النبوي ومونازكي وتأليف وإخراج أحمد عاطف وفيلمها الثالث والأخير أصحاب ولا بيزنس عام 2001 بالاشتراك مع هاني سلامة ومصطفى عمر والنجمة نور تأليف متحة العدل وإخراج علي إدريس أما عن الدراما فكانت تجربة درامية وحيدة فقط لموناليزا هي مسلسل حديث الصباح والمساء عن رواية الأديب نجيب محفوظ وسيناريو وحوار محسن زايد وإخراج أحمد سق وجسدت شخصية سانية هانم الوراء زوجة داود باشا الذي جسد دوره الفنان خالد النبوي وكان للمسرح نصيب من أعمال الفنانة موناليزا المحدودة فقد شاركت على خشبة المسرح في مسرحية حكيم عيون عام 2001 أمام علاء ولي الدين وكريمة عبد العزيز وأحمد حلمي وحجاج عبد العظيم قررت الفنانة موناليزا عام 2003 الاعتزال والاختفاء عن الوسط الفني وارتداء الحجاب والزواج والعيش بالخارج مع أسرتها وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية ورزقت موناليزا بتلات فتيات ظهرت موناليزا في عام 2014 بعد 11 عام من اعتزال الفن وكانت مكشوفة الشعر في برنامج انت حر مع الشاعر والسيناريست مرحة العدل الذي قدمها في أول أعمالها الفنية مع محمد هنيتي في همام في أمستردام قائلة مقدرتش أنسى الفن وأبعد عنه أكتر من كده ولكن هذه الأمنية في رغبتها للعودة للفن مرة أخرى لم تتحقق رغم مرور سبع عوام عن الإفساحة رغبتها في العودة للفن من جديد